أنا عايزة أشوف دي وبرعا إيه لأننا نحسن كلها تفاصيل دي بقى يعني ده مجال البرتريهات يعني ده اللي احنا خرجنا منه من المجسم ممكن نرفعها دقا أكيد مجال البرتريهات دي بورتريه بارز ممكن ناخدها عليك شوية عشان تبعد عن كده زميلنا الإشارة تمام تمام البرتريه البارز ده دي فكرة جديدة جدا يعني أكد أكون يعني ما ببلغش لو أنا قلت لك أنها ما تتعملش على مستهى العالم كله إزاي أقول لحضرات إن مجال البرتريهات إن أنا أنحة للوش ووش للناس أو الأشخاص على الخشب محتاج أن أنا أولا أعمل تصميم ومهما أدقق في التصميم ده هيطلع برضو بورتريه طبقة واحدة زي اللي حضرات شايفاني ده كده وزي اللي مشاهدين شايفين بورتريه طبقة واحدة طبقة واحدة طبقة واحدة في كل التفاصيل بيجمع بقى بين كل التفاصيل الوش بس ده حلو برضو في بورتريه ده عشان دقته عليها شوية في التصميمه أنا اللي بصمم ده ممكن أجيب تصميمه من عن نت ممكن أجيب تصميمه من أي مهندس لكن ده أنا اللي بصممه بورتريه ده طبقة واحدة ده اللي موجودة على مستهى العالم كله هو ده المتعارف عليه أنت تقصد طبقة واحدة دي معناها إنه ده خشب يعني خشب هو لير واحد خشب قدامك واحدة وبتنحت عليها تفاصيل الوش العين بالمناخير بالبقء بالشعر بالكلام بكله ده اللي متعارف على بورتريهات الأركيت عموما إنما ده ده كان أول الطريق لأن أنا أعمل فكرة جديدة للأركيت أصلا إن أنا أقدر إن أنا عايز أنا أوكي أنا تعلمتي في الكلية إن الأركيت قيمته في تجسيمته في أنه يطلع مجسن زي ما حضرك شايف قيمته إنه مجسن مش مجرد خشبة معمولة على شكل هيكل عظمي لأ أنا معايا دلوقتي الهيكل العظمي بس قدامي مجسن طب إزاي إنه طلع البورتريه مجسن عادت أدرس الموضوع ده بنفسي وإن أنا حاول إنه أطلع وأبتكر طريقة جديدة والحمد لله ربنا كرمني بأول بورتريه أعمله كان ده زي ما حترك شايفه ده كان أول بورتريه أعمله ده مين ده أنا البورتريه ده ده مش باين نهائي آه لكن هو ده اسمه بورتريه العظل ضوئي البورتريه ده بيتم عليه أن أنا بفلتر الطبقات دا ممكن أحضره ناحية الكاميرا أو ممكن تدقوا لي أنا أمسكه ده بورتريه عزل ضوئي فلتر الطبقات أوك في الكاميرا باين آه إيه ده في الكاميرا باين فعله إنه ده أنت بالضبط لاه لايف جماعة أنا مش شايفة خالي إيه ده في الكاميرا باين جدا إنه ده أنت ب local وإنه بصت بصت على الشاشة إنت آه أنا لايف حقيقي مش شايفة خالص ولو الإضاءة قلت ولو الإضاءة واحدة بس هيبان أكتر وأكتر 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 لأن ده اسمه عزل ضوئي كلما تديه ضل يعني لو حضرتك وجهتيه كده وبصيت عليه أنت اللي بصيت عليه وجهتلكي أنت وبصيت عليه بس يكون موجه للإضاءة عكس الإضاءة هيبان بشكل فضيع ده كان أول فكرة وأول تطبيقها وأول اللي أنا بشتغل عليه بصوا طبعا مش باين للمشاهدين كمية الطبقات اللي لجوة يعني أنا بس نفسي أو الناس تشوف أنه كمية الطبقات أنت عشان تعمل البقء والدقن دي ده عندك طريبا خمس طبقات أه أربع خمس طبقات لجوة لجوة هنا ونفس العين والكلام ده كله لجوة لفوق آه تمام أنت بقى تعلمت التكنيك ده إزاي ما تعلمتوش ده أنا ابتكرت يعني إيه ابتكرتو أيوا ابتكرتو ابتكرتو من فهم يعني إزاي ابتكرت حاجة زي كده مش موجودة يعني يعني كان مجرد لعب برضو يعني كنت أخيرتها كمجرد هواية إزاي تعمل حاجة إزاي نماغك تجيبك إنك لما تبقى الحاجة الفلانية دي متجسمة قدامي بعناية المجردة مش شايفاها ولما تتحط في كاميرا أو في إضاءة تتشاف مجرد فكرة رائع لا يعني حقيقي طبعا تكمل قليلة أداب بس أنت ما ينفعش توقف كده يعني ما ينفعش يعني أنت مفهود الموضوع اللي أنا شايفاه ده قدامي مش بجاملك ومش بهول الموضوع لكن مفهود توصل لأعلى من كده بكتير يعني مش عارف أقول لحضرتك بس أنا بحاول لنا على قد ما أقدر أن أخور من نفسي ده أول بورتري أعمله في حياتي في حياتي ده من من ممكن أول فترة الكورونا تقريبا في شهر داتها اللي فات يعني من سنة و شهر داتها شهر أربعة اللي فات سنة تقريبا فضلت أن أطور 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 وعملت تاني بورتري ده تاني بورتري أعمله ده أنت برضو ده أنا بس مش بين نهاية بس تفاصيله أكتر بكتير من التاني مش بينها من هنا بقى أوكي بس دي مش بين قوي زي التاني بالزبط ليه بقى دي كانت مجرد تجربة أنا مش بعمل أنا فكرة أنا حتى ناس على قولي أنت ليه بتعمل بورتري لنفسك بقول لهم أنا بجرب بجرب يعني شلنا وأنا أطلع وحش أوكي أنا عارف أنها وحش أنا عملت بورتري وما أنجحش فمش مشكلة خالص وحاولت أن أطور لحد بقى ما وصلت لده